ناس كتيرة بتقول إن فيه وظائف هتختفي زي اللي موجودة في الليست اللي فوق هو طبعا أحب بس إن أنا أوضح لإن فيه ناس تقول يعني مستحيل إن الطبيب حيختفي مثلا هو مش شرط إنه هو يختفي بمعنى إنه ما فيش ولا طبيب في العالم إنما الفكرة إن أنت لو دلوقتي مستشفى وبتوظف في المستشفى دي مئة طبيب مئة طبيب حضرتك مش محتاج علشان المستشفى دي تبقى مستشفى نجحة إنك أنت توظف مئة طبيب أنت محتاج بس عشر أطباء مع الارتيفشل انتليجنس فبالتالي فيه تسعين طبيب تسعين في المية من ستاف بتاعك مش هيبع عنده شغل فده معنى اختفاء الوظائف يعني مش شرط إنه ما بقاش فيه ولا طبيب ولا ممرد في الدنيا لأ هو ممكن يكون فيه بس شخص واحد بالارتيفشل انتليجنس هيغني عن عدد أشخاص كبيرة نقطة تانية برضو الدكتور محمد بيقول سيانة جراح تجميل للروبوت دي حاجة إحنا مش قادرين نتخيلها بس لو فكرتوا فيها عارفين إنه يمكن جيلنا اللي هما الـ parents دلوقتي يعني أنا بفترض إنه أنا ودكتور محمد قريبين في السن غالبا أنا يعني أعجز منه شوية إنما بفترض إنه إحنا من نفس الجيل تقريبا وأغلب الـ parents اللي دلوقتي من الجيل بتاعنا ده فاكرين حضراتكو إنه كان فيه عالم مفهوش الـ cell phone مفهوش موبايل كان فيه ناس فنيين بيصلحوا تلفزيونات اللي هو التلفزيون الكبير العريض ده مش الرفيع الشاشة الرفيع كانوا بيصلحوا تلاجات وبيصلحوا غسلات ويصلحوا راديوهات الناس دي لما انقرض شغلهم إلى حد كبير وبقى فيه cell phones اضطروا إنه هما يتعلموا إزاي إنه هما يبقوا فنين لصيانة التلفونات دي ونفس الشيء حيحصل لما الروبوت ده يستبدل عدد كبير من بني أدمين حيحتاج ناس تعرف إنه هي تعمله صيانة وتعمله تطويره فكلام ما هوش خيال علمي يعني لو فكرنا واحدة واحدة حنلاقي إنه كلام منطقي جدا 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 تفضي يا دكتور